أول أخبار يخص مصطفى الشلبي وقبل ما أقولكم الخبر تعالوا نعرف الخبر زي ما يقولوا إيه من مصدره معنا عبر الهاتف الآن الدكتور شريف أبو الغيت المتحدث الرسمي باسم نادي أمبي يا فنب صباح الخير مشرفه منور صباح النور يا فنب أهل ميكا فتن كريم شرف لي يا فنب ده شرف كبير لي يا فنب مخبار حضرتك إيه الحمد لله تمام طيب الموقف أنا عارف السؤال ده تسألته ألف مرة بالنسبة لمصطفى شريف أنا عارف أنه تسألته ألف مرة بس أكيد بيبقى فيه أبو ديت كل شوية فبنقول له ربما يكون فيه أبو ديت طيب هو مصطفى الراجل منتظم في معسكر الفريق عندنا في برج العرب وكان وصل المعسكر متأخر يوم عن الفرقة وده أثار لغة كبير وكان حط على الإستجرام بتاعه برضو ستوري كده ما كانتش مفهومة قوي برضو أثار لغة أكبر ولكن اللي قدر أقولها حركة عليه إنه هو ملتزم تماما في المعسكر ويتدرب وممكن ياخد جزء من ماتش بكرة إن شاء الله اللي حنلعبه مع جمهورية شبين في ماتش الودي إن شاء الله ممتاز يعني هم كمل مع أمبي بإذن الله يتعالى كابتن كوشر الحقيقة يعني يعني مصمم عليه وحب نحترم المدير الثاني بتاعنا ومتفاهمين جدا رغبة اللعيب جدا متفاهمينها جدا وبنتكلم معاه وإن شاء الله كل الخير بإذن الله يتعالى طيب هل كان فيه أي بيقوله يعني إنه كان فيه مبلغات شوية في طلبات أمبي المادية هل كان فيه مبلغات شايفة مبلغات تعجيزية عشان تبكو على مصطفى شربي أو هي كهية مطالب منطقية طيب أشهر حضرتك على السؤال لأن ده سؤال مهم الحقيقة وأثار برضو لغة كبيرة جدا صحيح طب إيش معنى ما حصلش مبلغات مع محمود جاد إيش معنى ما حصلش مع إيبوكا لا يا فندا ما كانش في مبلغات خطوة أنا بأكد للسيادتك تاني إن كان النادي الأهلي الأقرب للعيب والأرقام كانت قريبة جدا من بعض ويعني أنا كنت شايف ساعات والصفقة تخلص ولكن أنا شايف إن خروج النادي الأهلي من الصفقة كان عشان جانب فني احتراما لمدير الفن الجديد لكل الاحترام ولكن لم يكن له علاقة خالص بالمبلغات هل أم بي فضلك بدالي يا فندا زي ما قلت للسيادتك كده بقي تلايبة بتاعتنا تنتقل بأسعار عادية جدا يعني محمود جاد طلع بمبلغ غالي من صبحي اللي كان مفروض فارقة وحفاعل عاد بي فده مش معنى نحن مبلغ خالص محمود جاد لعيب شاب وصغير جون إيبوكا راح سلاميكا كيلو باترا لكل الاحترام طبما كان ممكن يعني لو في مبلغة الأهلي والزمان يشتروا اللعيب وسلاميكا تشتري فطبعا يا فندا لا ما كانش في مبلغ طيب هل طلب النادي الأهلي أن يكون في صفقة أبو دولية في صفقة مصطفى شلبي وإنب رفض لا يا فندا أنا لطلبت إحنا إنبي لطلبنا ولكن لقينا أن أنا كنت يعني إنبي كنت طلبين محمود متولي بايني طبعا ولعابة الأهلي لما تخش أي فريق ده شرف كريب جدا للفريق وإضافة كبيرة جدا ما فيه شكل كده محمود متولي محمود محمود أي لعيب حط رجلية ولبس بسناء للحامرة شرف لأي نادي أنه هو ياخده عنده المشكلة عندنا إحنا يا فندا ما نقدرش نعمل الصفقات التبادلية بمنتظة صراحة لمع النادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي تحديدا لأن مرتبات اللاعبين عالية جدا بالنسبة للسقف الرواتب عندنا لو أنا جبت لعيب بمنتهى المنطقية عندي هبوز غرفة خلا ملابس إحنا عندنا سقف معين للرواتب أقل لعيب الأهلي والزمالك بمنتهى الصراحة صحيح فالموضوع بقى صعب بالنسبة لك إنك تاخد دعم النادي الأهلي مش إنك تخلص السقف إلا لو كان وافق إنه مثلا يقلل الراتب بتاعه ده ما كانش هيحصل صعوبة صعب جدا لأنه قول السابتك يعني بينهم اللاعب اللي أنا ذكرتها لحضرتك دي نتمنى ويعني طبعا شرف لنا إحنا كمان إنهم يكونوا موجودين معنا ولكن الحقيقة الضرح يبقى أكبر قول السابتك دابل السالري أو دابل يعني خلينا نقول العقد بتاع العيب أو المدراتب بتاعه دابل اللاعب اللي عندي أعلى عقد طب معنا كده أنا حبوز الدنيا فقل صحيح طيب هل الزمالك دخل في أي لحظة من اللحظات في صفقة مصطفى شرب طلب من أمبي إنه يضم اللاعب من بعيد لبعيد عن طريق وكلة كانوا بيتكلموا ولكن نادي الزمالك تقدارها محترمة لا ما حصلش إن حصل يعني كلام ولكن من بعيد لبعيد كانوا بيتكلموا طيب سؤالي دلوقتي يخص أمبي بشكل عام يا دكتور شريف أمبي معتدين عليه في القرى المصرية أنه من الفرق اللي ينفع يتقال عليها بن كوسين فريق كبير فريق دايما ينافس على البطلات في وقت من الأوقات فريق يسرع الأهل والزمالك في مناطق متقدمة في الدوري مبارياته مع الأهل والزمالك والفرق الكبيرة هي مباريات صعبة وبصراحة شديدة احنا منتكلم في سنتين أو تلاتة أمبي بعيد عن التاريخ العظيم دوت كخلفية أو كمستوى كان بيقدموا أمبي في الدوري هل نتوقع أنه أمبي ممكن الموسم اللي جاي يعني الحراج بتحكيه ده شرف كبير لنا طبعا شعلا أنا بأكد بكلام سيابتك احنا بقى أنه موسمين تلاتة مش يحمي يمكن الكلام ده عشان برضو تتكلم بمنطقة صراحة ارتفاع الشديد جدا في المزانيات بتاعت الفرق عندنا طبعا شركة محترمة بتصرف علينا الموسم محمد عبد العزيز رئيس مكزرات الشركة ونظارة الفترول محدش حقيقة بيبخل عننا بأي شيء ولكن احنا عندنا مشروع قومية فبالتالي ما بقاش في الصرف القديم اللي كان بيحصل لفنب على النادي امبي طبعا ده أثر بالسلبة أكيد ولكن أنا عندي قطعة ماسكة اسمها قطع الناشئين قطع الناشئين عندنا يمكن لسه كمان مرجعين الاسطورة بتاعتنا قطع الناشئين كابتن مام محمدين رجع تاني للنادي امبي كابتن محمد اسماعيل قبليه كان عامل شغل جاج جدا هو دلوقتي مدير الكورة هتشوف السنة دي يا فندم مجموعة من اللاعبين كمان طعامنا الفرقة باللعيبة احنا عندنا ميزة يا فندم الفضل الله واحد ونشوف الدرجة الأولى كويس في لعيبة هتشوفها سيادتك السنة الجاية النهاردة حتى لابد أول مباراة لها لأ كابتن احنا دمنا نفسه كمتكلم معايا الفرقة الحقيقة هو مبسوط بشوية لعيبة دعني تم احضرها ده بعض اللعيبة الحركة هتشوفها بإذن الله على مستوى علي اتوقع بإذن الله موسم حيبقى صعب لكل الفرق ولكن امبي ان شاء الله يكون في النوعد بإذن الله هيتعال كابتن امام محمدين عودته لنادي امبي انا اعتقد هي مكسب كبير زي ما حراكت كلمت وخلنا نسأل سؤال النهاردة وانا بتابع الخبر هو كان ليه مشي من امبي امبي دائما كان مشهور جدا بقطاع ناشيين اخرى امبي خسر في غياب الكابتن امام طيب كابتن امام بنى بنى كتير ويعلم كتير وربى كتير فبالتالي لما خرج هو كان حق يخرج لان كان المقابل المادي صعب ربضه واحنا اتكلمنا معاه انما كان المقابل اللي جاله كان الحقيقة برضو كان الرجل عايز يجرب ودنى كتير فاحنا سبنا يجرب ولكن فترة حتى عدم وجوده لان هو بنى وطلع كوادر كتير كمل وراء كابتن محمد اسماعيل في قصة القطاع حققنا السنة الفاتت كذا بطولة في قطاع الناشئين صعدنا 16 لعيب يا فندم ايام كابتن حلمي وايام مسر فييرا وحاليا فقطاع الناشئين عندنا لا يندق بفضل لا واحده واستكمال للخطة والبنى اللي بناها كابتن امام وكمل وراء كابتن اسماعيل وكابتن عمد جابر مش عايز انساء مازال موجود طبعا نائب رئيس القطاع افتكر ما اتأثرناش لان احنا شغالين بنفس الطريقة اللي بناها كابتن امام اكيد اكيد اضافة تانية لان هو يعني قصطه في استكشاف اللاعبين يعني اذا كنا نتكلم بالبلد يعني صح وعينيه بسم الله ما شاء الله اهتقبة يعني في اختار اللاعبين له تاريخ كبير في الموضوع ده ومكملين معه بنفس طريقته والكوادر برضو دكتور شيف انا بشكر حراك شكرا جزياء لهذه المداخلة المهمة دكتور شيف ابو الغيت المتحدث الرسمي باسم نادي امبي